شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول محمد زكي شهد تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي المشترك ذي المستويين سيناء ستة والذي تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية يستمر المشروع لعدة أيام في إثار الخطة السنوية لتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة ذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامى عسكر وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي المشترك ذو مستويين سيناء ستة والذي تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية ويستمر لعدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيسي أركاني حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة تضمنت المرحلتان إجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات والتقارير للقادة من مختلف التخصصات وفقاً للمنظومة المتكاملة لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدداً من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إدارتهم للمواقف الطريقة وأشهد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل في ناسيج متكامل مما يسهم في تطوير الفكر الاستراتيجي وتعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم مؤكداً أن القوات المسلحة ستستمر في تطوير قدراتها وإمكاناتها في كافة التخصصات بما يعزز الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر